هذه الاتهامات التي تطالكم كمنظمة وتطال الأمين العام السيد جوتيرش ليست المرة الأولى التي توجه فيها إسرائيل مثل هذه الاتهامات يعني منذ السابع من أكتوبر والاتهامات الإسرائيلية تلاحقكم هل ترون أنكم تتعرضون لإرهاب معنوي من جهة إسرائيل؟ هسنا دعني أقول شيئا أعتقد أن المشكلة برمتها تتعلق بأن الأمين العام قد كرر مرارا وتكرارا مع الكثير من الدول الأخرى أنه واثق من نفسه وإننا واثقون من أنفسنا لأننا نتمسك بالمبادئ الأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة ولذلك فإننا مستمرون في عملنا ولن نتخاذل أبدا عنه أما بالنسبة للسؤال الأول والذي يتعلق بالأنروا وتعرضها للكثير من الاتهامات من كبل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر دعني أقول لك أن هناك الكثير من التحقيقات المستقلة وإننا نتحدث مع مؤسسات ونتحدث مع أفراد ويحدث ذلك وسيحدث أيضا في وقت قريب دعني أقول أن هناك ثلاثين ألف من العاملين في الأنروا في جميع أنحاء العالم ونحن نعلم أن هناك قليل جدا من من يعمل في هذه المؤسسات التي قد تخاذل عن عمله أو انتهك القوانين الخاصة بالأنروا ولكن الكل يعلم أننا نأخذ هذه الاتهامات بمحمل الجدية وإننا نعلم أن الكثير من هذه التحديات لن تقف أمامنا فإننا متأكدون أننا مستقلون وأننا لا ننتمي لأي حزب أو أي فكر معين اشتركوا في القناة